بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعي شاهديننا في باقة أفكار أهلا وسهلا بكم معنا النهاردة في الدرس التالت لتعليم فن الكروشية وأساسياته النهاردة إن شاء الله وأوعدكم إن إحنا دايماً هنكون مختلفين في التدريب والتعليم بإن إحنا كل فكرة نتعلمها نطبقها وننفزها وتطلع للنور بعمل مشروع صغير منها آآ النهاردة في درسين التالت هنطبق تلت أفكار رئيسية آآ ما فيش غينة عنها لأي آآ مبتدئة في الكروشية أول فكرة هي طريقة عمل الدائرة السحرية وحنعملها ليه والهدف منها؟ الفكرة التانية اللي احنا هنعملها ارتفاعات غرز الكروشية الفكرة التالتة اللي هي التطبيق اللي احنا هنعمله بناء على الاتنين دول عمل عدد من غرز الكروشية أساسها غرزة العمود آآ كل شاهد الفيديو لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعلوا جراش الجرس عشان يوصلكم كل جديد ويلا بينا نبدأ مع أول فكرة آآ الدايرة السحرية دي احنا بنلاقيها مرسومة في البطرون بالشكل ده كده استخداماتها احنا باستخدمها لما اعمل آآ اي مشروع كروشية على شكل دايرة على شكل مسلس على شكل مستطيل بتبقى هي نقطة البداية هنا لاي شكل من دول تمام؟ زمان كنا بنبتدي الأشكال دي في الوسط كده في بداية خالص بنعمل دايرة عبارة عن عدد من السلاسل وبنقفلها ومنزلق كده هتلاقيها نفس الشكل دا في البطرون عدد من السلاسل وعليها آآ غرزة مزلقة نقفلها بيها طيب الدايرة السحرية ايه اللي خلينا نعملها بدل ما نعمل دي؟ احنا بنستبدل دي بنستبدلها نمرة واحد لان انا لو عملت ده وعملت فيه مسلا ست سلاسل تمام؟ وبعدين حبيت اعمل فيه عشر اعمدة عشر اعمدة بلفة مسلا او بلفتين آآ وبعدين جيت اقفل الدايرة هنا لقيت اني فيه فراغ بقى كبير خالص هنا برغم ان انا خلصت العشرة لكن هنا فيه فراغ فشكلها مش كويس او ان انا اكون هعمل عشرين فألاقي الفراغ بقى دايق جدا مش قادرة اكمل فيه العشرين عمود اللي انا بعملهم هنا وصلت الفكرة كده يبقى انا هم حاجة عندي الفراغ داله في النص بتاع الدايرة هل انا عايزاه مزبوط لما ابتدي بالدايرة السحرية ولا همش هقدر اتحكم فيه ويطلع عندي كبير او يطلع عندي صغير يلا نشوف الدايرة السحرية هتحل المشكلة دي ازاي اه الدايرة السحرية بتخليني اتحكم فيه الفراغ اللي موجود هنا في البداية زي ما قد وحنشوف ده ازاي هنعمله مع بعض انا بمسك الخط كده الصغير اهو الطرف الصغير كده على ايدي ولف عليه الطرف الكبير بالشكل ده وبعدين بدخل الابرة هنا واسحب غرزة من هنا وبعدين اسحب كمان غرزة سلسلة قبل ما اسيب الخط الغرزة دي ما بحسبهاش من العدد دي عشان اربط الخط مع بعض وبعد كده لما اشتغل ممكن اشد الخط ده فيوسع لي وديق لي الدايرة اللي انا عملتها دي اللي انا هشتغل عليها الغرز وتحكم في الفراغ ده هنعملها تاني مع بعض ونجرب اهو همسك الخط ده هنا الصغير طرف الصغير ولف الكبير كده دخل من تحت الطرف الصغير اهي واجيب دي كده اهو بعدين ارفع الخط واجيب غرزة ونقفل بعد كده هنبتدي نعمل الاعمدة بتاعتنا وعشان اعمل عمود بتاعي هعمل بتاع ثلاث سلاصل بعدين ابتدي اعمل الاعمدة هنبتدي واحد ستة. نكتفي بهزا القادرة. مسلا. هبتدي انا عقه الفرغ بتاعي اهو. هعمل ايه فيه? هشد الخد كده. هيديق جدا. وارجع اقفل هنا. ومنزلق لو انا هكمل الدايرة للاخر. ممكن نكمل على كده اهو. واجي هنا في اول الصفة انا بتديت فيه. اضم اللي اتنين واقفل بمنزلق. كده الدايرة بتاعتي اتعملت اهيه. وتحكمت في الفراغ اللي في النص. وما زلت برضو اقدر اتحكم فيه بان انا اشد الخد كده. فلاقي الدايرة طالع عندي شكلها ممتاز جدا وجميلة. ومزبوطة البداية بتاعتها هنا في النص. تمام? دي طريقة. في طريقة تانية ان احنا بنعملها بغرزة السلسلة. هخلها لكم المرة الجاية ان شاء الله. لكن يلا بينا نطبق الفكر التانية ونعمل ارتفاعات الغرز. هنطبق مع بعض النهاردة الفكرة التانية هي ارتفاعات غرز الكروشية. ايه المقصود بالارتفاع? الارتفاع المقصود ديه طول السلسلة كده. من بداية ما انا بشتغل على القاعدة بتاعته. مرتفع هنا قد ايه? مص سنتي اتنين ملي تلاتة ملي وهكزا. طيب انا خلصت صف كده. تمام? نفترض ان انا خلصت الصف. عايزة ارجع الناحية التانية. لما اجي ارجع هنا. اعمل كام سلسلة تساوي طول العمود ده عشان يبقى الشغل مزبوط ومفهوشي مال او تقوز بالشكل ده. تعالوا نجرب ده مع بعض. اول حاجة احنا تعلمنا البداية احنا بنحط الخيط هنا الابرة اهي. ونلف لفة. كمان لفة ونمسكها مع بعض. ونبتدي نطلع اول سلسلة. ونشدها كده تبقى دي هرزة البداية. رجل هنعمل مسلا عشر سلسلة مع بعض. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. تمام? احداشر اتناشر تلاتاشر اربعة تلاتاشر خمستاشر. خليها كده ايه? كبيرة بنبقى. طيب هنعمل ايه? اول صف هعمله حشو ونشوف ارتفاع غرزة الحشو بيسوي كامل. بيسوي واحدة سلسلة. فانا هسيب دي هتبرها ارتفاع. دي اللي على الابرة ما بتتعدش. دي ارتفاع يبقى انا هشتغل في اللي بعدها على طول حشو. الحشو اهي. بنزل في الغرزة دي. اجيب سلسلة. اهي. اللي بعدها. اجيب حلقة. واللي اتنين مع بعض. اجيب حلقة. اتنين مع بعض. وحلقة. اتنين مع بعض. اهي. تمام. اهي. نفترض ان انا هرجع غرزة نصف عمود. يبقى هعمل ايه? هعمل ارتفاع سلسلتين. واحدة اتنين. وارجع الناحية تاني. اهي. هاخد لفة. وهروح على الشغل هنا. اهي. ادي نصف عمود. لفة. واحدة بعدها. ودي نصف عمود. لفة. واللي بعدها. ودي نصف عمود. لفة. نصف عمود. اخر واحدة اهي. نصف عمود. دلوقتي انا عايز ارجع الناحية التاني. يبقى هعمل عمود بلفة. يبقى هاخد تلت سلاسل. واحدة. اتنين. تلاتة. دول المسافة دي. دول تساوي ارتفاع عمود بلفة او طول عمود بلفة. هاخد لفة. وارجع هنا في اول واحدة اهي. واعمل عمود بلفة. شايفين? اهو. الارتفاع ده بيساوي ده. اهي. اهو. خلصت كده. عايزة ارجع عمود بلفتين. يبقى هعمل اربع سلاسة. الواحدة. تلاتة اربعة. هكده اخد لفتين. وارجع هنا بقى اشتغل ايه? عمود بلفتين. اهو. كويس ان احنا في الفيديو ده بنفتكر درس المرة اللي فاتت. اللي هو طريقة عمل العمود بلفة. العمود بلفتين. الحشو. نصف العمود. اهو. يبقى احنا كده هنلاحظ مع بعض اهو. ان السلسلة دول هما اربعة يدوب بيساوي ارتفاع عمود بلفتين. تلاتة هتساوي ارتفاع عمود بلفة واحدة. اتنين هتساوي ارتفاع نصف عمود. سلسلة واحدة هتساوي ارتفاع غرزة الحشو. طبعا انا لو عملت دي اقل كده. هيطلع الارتفاع عندي فيه تقوز كده. يبقى ده ما ينفعش. فانا لازم عشان اخليهم في نفس الاستوى كده في الطول والارتفاع. يبقى عندي عدد سلاسل يساوي عدد او طول ارتفاع العمود اللي انا هعمله او الغرزة اللي انا هعمله. يلا بينا نروح نشوف الفكرة التالتة. وقبل ما نشوفها احنا بنتعلم في الكروشي ان ليه تاكات زي تاكات المطبخ بالزبط. لكل اللي بتتعلم اساسيات كروشي. اللي ما شافتش الفيديو ده قبل كده وهيشوف القناة اول مرة. ياريت يعمل لايك وسبسكرايب للقناة وشجعونا. يلا بينا نبدأ الفكرة التالتة. اه اول غرزة سهلة ممكن اكونها من غرزة العمود بلفة. غرزة هنعملها بالشكل ده. اتنين عمود بلفة. واحدة سلسلة فوق. اتنين عمود بلفة. واحدة سلسلة فوق. اتنين عمود بلفة. واحدة سلسلة فوق. بينهم. طيب يبقى احنا كده هنبتدي كل واحدة من تقول بتتكون من تلات آآ غرز. اتنين عمود واحدة سلسلة. وطبعا هيبقى عدد السلاسل تحت هنا كده بيقبل قسم على تلاتة. انا عملت كده هنا اه اربعتاشر عمود. اه حنعمل احنا دلوقتي اه تلات سلاسل خارج العدد ده. كيف تفعل العمود زي ما اتعلمنا. وانا هبتدي اشتغل هنا اول عمود. وهعتبر ان ده عمود. وده عمود. وهعمل سلسلة واحدة. واسيب قصاتها تحت. واحدة فاضية. واعمل هنا. عمود. وجنبها عمود. اهي. واسيب واحدة فاضية. وقصاتها اسيب واحدة فاضية. تحت. هو ما اعمل بعد كده اتنين عمود. تحت واحد. اتنين. اهي. واحدة سلسلة. واحدة سلسلة. اسيبوا هنا اصاطها واحدة. واحدة. واحدة سلسلة. واحدة هنا واحدة. اهي. واللي جنبها كمان واحدة. ده الشكل في اول سطر. باكد هنبتدي بقى نعمل ارتفاع زي ما قلنا العمود ديه تلت سلاسل واحد اتنين تلاتة. وهلف الشغل. هاعتبر ان دي هي نفسها العمود ده. يبقى ده مكان ده. وابتدي اعمل العمود التاني هنا. اهو. وزي ما انا ماشي كده. قصاد الواحدة دي هعمل واحدة سلسلة وفضية. اهي. كل عمود هعمل فوق ايه? عمود. واحدة سلسلة. قصاد الفراغ اللي هنا. وهنا كل عمود. اعمل فيه عمودة دي واحد. اتنين. واحدة. اهي. عمود. واحدة فاضية. فوق كل عمود من الاتنين بعمل عمود. فاضي الواحدة اهي. وقادي اتنين ادي اول عمود. ودي طبعا لو نفتكر السلسلة بتاعت الارتفاع اللي احنا بتدينا بها. فاول واحدة فيها هعمل عمود. ده شكل الغرزة بتاعتي حالف كمان نعمل سطر واحد اتنين تلاتة. عشان نشوف شكلها. وقلنا ده يبقى مكان ده يبقى حامل هنا عمود. اهو. والفراغ حامل اصاده واحدة. فاضية سلسلة. وانزل في كل عمود. انا اعمل عمود. نخلي بالنا ان انا بنزل الايبر هنا تحت حرف ال vi اهو. تمام? اهو. ادي عمود. واعمل واحدة سلسلة. في كل عمود اعمل عمود. واحدة سلسلة. في كل عمود اعمل عمود. واحدة سلسلة. اخر عمودين ادي اول عمود. تاني بتبقى في اول سلسلة من الارتفاع اللي انا عملاها. وبعتبرها عمود. ده اول التوليفة انا ممكن اعملها من آآ غرز الكروشات اللي هي استخدام العمود بلفة. تعالوا نشوف اشكال تانية هنعملها. آآ دلوقتي هنبدأ الشكل التاني من توليفة آآ الغرز اللي بتتم من خلال عمود واحد آآ بتركيبات مختلفة. المرة دي هنعمل غرزة بتتكون من اتنين عمود لنفس واحدة السلسلة. وبعدين باعمل اتنين فراغ واسيب قصاتهم اتنين فراغ تحت. وكرر الكلام ده. طبعا آآ دي بتتكرر برضو بتلت غرز. لما عد. هعد كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احلاشر. اتناشر. تلاتاشر. ارتاشر. خمستاشر. وبعد كده هعمل التلاتة اللي هم ارتفاعي العمود. ادي واحد اتنين. تلاتة. وحاجة هنا. هشتغل. واحدة. عمود. وبعدين هعمل اتنين سلسلة فراغ. واحد اتنين. وحسيب قصاتهم هنا اتنين. طبعا دي فيها اخر عمود. واحد اتنين. في التالتة. هعمل عمود. وفي نفس المكان هعمل عمود تاني. تمام? اكده هعمل سلسلة اتنين. فراغ. واسيب قصاتهم اتنين تحت واحد اتنين. في التالتة. هعمل عمودين من نفس المكان. واحد. في نفس المكان هعمل. واحد تاني. اتنين فراغ. سيب قصاتهم اتنين تحت. واحد عمودين من نفس المكان. اتنين سلسلة. اترك اتنين مكانهم تحت. واحد اتنين عمود في نفس غرزة السلسلة. ده طبعا سطر البداية. تمام كده. وحبتدي بقى اطلع فوق عشان الف السطر بتاعي. اهو انا ممكن كمان اكمل كده الاول. معلش كمان لسه عندنا غرزة اهي. واحد اتنين. معلش الخيط. اه هسيب اتنين تحت. في اخر واحدة هعمل اتنين. ادي واحد. عمودة هوا. في نفس المكان هعمل التاني. اهو. وحبتدي بقى اطلع فوق عشان الف السطر بتاعي. اهو انا ممكن كمان اكمل كده الاول. علش كمان لسه عندنا غرزة اهي. واحد اتنين. معلش الخيط. اه هسيب اتنين تحت. في اخر واحدة هعمل اتنين. ادي واحد. عمودة هوا. نفس المكان هعمل التاني. هوا. واحد اتنين تلاتة. ولف الشغل. طبعا دول اول اتنين. هعمل هنا عمود في النص بينهم كده. تبقى دي اول واحدة. بقى كده هعمل الفراغ اللي انا متعودة عليه واحد اتنين. وحاجف الاتنين دول. هفتح في الفراغ هنا. ولا في العمود ده ولا ده. المرة دي هنختلف. هاخد من بين العمودين. واعمل عمودين في الفراغ. ادي واحد. في نفس المكان في الفراغ اعمل التاني. تمام? واحد اتنين. وحنروح بين العمودين اهو في الفراغ. كده هفتح. واعمل عمودين. واحد. في نفس المكان هعمل عمود داني. طيب واحد اتنين. في الفراغ اهو. هعمل اتنين عمود. لواحد اتنين. واحد اتنين. واحد اتنين. واحد اتنين. وحفتح اخر اتنين هنا. وهعمل عمودين. في الفراغ اهو. كده هون. تمام? هنلف بقى نعمل الاتفاع بتاعنا واحد اتنين. تلاتة. واللف الشو. وهننزل هنا في الفراغ نعمل العمود التاني. تمام كده? وهنمشي. واحد اتنين. كل مرة نفتح العمودين هنا. اهي. اهي. الفراغ ده هعمل اتنين عمود. واحد اتنين. هعمل في الفراغ هنا اتنين عمود. واحد اتنين. واحد اتنين. اتنين عمود. واحد اتنين. اخر صفقة ههو. هفتح هنا. واعمل اتنين. عمود. ايه الفرق بين الشغل ده? وده. ده عمودين في راس العمود بعمل العمودين اللي بعده. لكن هنا الشغل بيطلع على شكل حرف فيه. في النص كده كأنه حرف فيه اهو. لتوليفة تاني. هنا اتنين سلسلة. عمودين بيطلع منهم. اه عمودين وهكذا. ده شكل. وده شكل. يلا نعمل اشكال تانية في اه الفيديوهات الجاية ان شاء الله. اه مع تحياتي ليكم. اه اتمنى ان الفيديو يعجبكم. لما يعجبكم ما تنسونا عشد في لايك وشير للفيديو. اه اوعدكم المرة الجاية حيكون فيه جديد. الى لقاء. دكتورة رؤية.